اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الصادق الوعد الأمين صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الميمين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أما بعد إخواني في الله وأخواتي السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته ولزال حديث متواصلا عن الله تبارك وتعالى أسرع الحاسبين وأعدل الحاكمين وقد انتهينا إخواني وأخواتي في الحلقة السابقة إلى تقرير أن الله تبارك وتعالى قد يشاء أن يعجل لبعض عباده شيئا من أجزيتهم على بعض أعمالهم في الدنيا لغرض وقصد يراه سبحانه وتعالى من لفت نظر أو من انتقام يريح به سبحانه وتعالى البلاد والعباد من شرور بعض الأشرار الوالغين المبالغين في شرهم وعدوانهم وظلمهم هذا يحدث منه سبحانه وتعالى لكنه ليس القانون وإنما القانون هو أنه يؤجل الحساب إلى يوم الدين سبحانه وتعالى فيما يحكى أن حدأة وهي من جوارح الطير أن حدأة أتت إلى نبي الله النبي الحكيم سليمان بن داود عليهما الصلوات والتسليمات وأسألته قالت يا نبي الله أي نبي الله أخبرني عن ربك سبحانه وتعالى أعجول هو أم مهول فناجه ربه ثم عاد إليها وقال إن الله تبارك وتعالى يقول لك إنه مهول وليس بعجول فسرها هذا الجواب ثم انطلقت فبين هي في جو السماء إذ مرت على قوم يشوون لحما لهم على نار فخالستهم واختطفت قطعة من اللحم ثم طارت بها ولم تفطن إلى أن هذه القطعة كان بها جمرة لتزال معلقة تعلقت بها قطعة جمر فلما أتت إلى عشها وفيه فراخها وضعت قطعة اللحم وفيها الجمرة فاشتعل العش بما فيه فأتى على فراخها أتت النار على فراخها فسقط في يدها وعادت إلى نبي الله الحكيم سليمان مبتئسة مكتئبة وقالت يا نبي الله ألست قد أخبرتني آنفا عن ربك سبحانه وتعالى أنه مهول غير عجول قال سليمان بلى قالت فما بالي حدث لي كذا وكذا وقصت عليه حكايتها مأساتها فحجب سليمان حجبها وذهب ينجي ربه سبحانه وتعالى وعاد إليها بالجواب قال لها أيتها الحدأة إن الله تبارك وتعالى يخبرك أنه على ما قال مهول غير حجول وما اتفق لك إنما هو عمل قديم جاء بعض حسابه أي أنا أوان أن تحاسب على بعضه هي ظنت أن الله تبارك وتعالى أهلك فراخها وأحرق عشها بهذا الذنب وحده وهو اختطاف قطعة لحم فأفهمها سليمان أن الله تبارك وتعالى إنما آخذها على بعض عملها المتراكم ولعله أي لعل هذا العمل تراكم إخواني وإخواتي في سنين الآن إخواني وإخواتي سأحكي لكم في الحقيقة قصة طالما أثرت فيه لأنها قصة واقعية وأنا سمعتها من شخص يعرف شخصها يعرفهم بأعيانهم وهو شاهد على ما حدث قصة في الحقيقة من العجب والقصة ملخصها وحاصلها أن امرأة كانت يعني عفيفة مصونة وهي زوج لرجل وبدافع الغيرة للأسف الحسد والأحقاد التي لا يخل منها طبع بعض الناس نسأل الله تبارك وتعالى السلام والعافية اعتمرت أم زوجها وأخته من ربما أخوات له لست أحقق هذا الآن جيدا اعتمروا بهذه المرأة المسكينة العفيف المصونة وجعلوا يتكلمون في عرضها ويقرضون أديمها كما يقال وأتمادى بهم الأمر والعياذ بالله تبارك وتعالى حتى اتهموها في شرفها بتلكم التهم الفاحشة والعياذ بالله تبارك وتعالى وهنا غلى أدم في عروق زوجها وصدق هذا المهتان وقد أحكم احكاما خبيثا ماكرا والعياذ بالله تبارك وتعالى فتورط في قتلها وقد كانت قريبة له رأى أن واجبه وأشرفه يحتم عليه أن يتخلص منها من جهة لأنها قريبة له فهو مسؤول عنها ومن جهة لأنها زوجه المهم قتل هذه المسكينة قال لي الشخص الذي حدثني بهذه القصة قال لي والذي حدث بعد ذلك أن أحد هؤلاء الظلمة رأى في المنام هذه السيدة المذبوحة ظلما رأاها تكنس الدار الدار التي كانت فيها دار زوجها وأهله تكنسها بمكنسة معها في يدها تكنس الدار حتى كانستها تماما ونظفتها أما تأويل هذه الرؤية وكانت رؤية حق ومعنى التأويل هنا أي وقوعها في الواقع وتحققها في العيان فقد كان كذلك بدأ الموت يسمى بالعربية الفصحى الموتان موت فضيع متلاحق والعياذ بالله تبارك وتعالى بدأ الموت إخواني أخواتي في هذه العائلة لست أحقق الترتيب لكن على كل حال لم يترك أحدا منهم مات الزوج ماتت أمه وماتت أخواته وبقيت الدار بل قع ليس فيها من ديار ماتوا من عند آخرهم نسأل الله تبارك وتعالى العفو والمسامحة ولقد صدق من قال الظلم والعياذ بالله الظلم يدع الديار بلاقة الظلم يدع الديار بلاقة وإيضا بحق قال من قال عن الله تبارك وتعالى إنه سبحانه وتعالى إذا أعطى أدهش لكنه إذا حاسب فتش إذا أعطى أدهش لكنه إذا حاسب فتش نسأل الله تبارك وتعالى أن يجزلنا من عطياها الجزيلة ويخفف عنا بل أن يتجاوز عنا في الدنيا والآخرة إنه ولي ذلك والقادر عليه أما والله إن الظلم شؤم ولا زال المسيء هو الظلوم إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم ستعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند المليك من الملوم غدا عند المليك من الملوم قصة أخرى أيها الإخوة عن رجل يبدو أنه كان من أهل الله كما نقول هكذا رجل درويش وقد حلق رأسه بالموسى نحن نسميه الموس أو السكين حلق رأسه بالموسى وجلس هكذا على دكة في الشارع والوقت كان وقت شغب في دولة مسلمة الوقت كان وقت شغب أحداث شغب معينة ضد الحكومة كما يقال وجلس هذا الدرويش على دكة في الشارع فمر عليه ضابط كان يركب فرسا مر عليه ونظر عليه شزرا باحتقار وإزدراء وبيده غليونه وفيه جمره وتنباكه فأخذ هذا الغليون وأفرغه على رأس الدرويش بالتمباك والجمر فما كان من هذا الدرويش إلا أن حاه عن رأسه الحليق ورفع رأسه إلى السماء وقال هذه اليقطينة يشير إلى رأسه لأنها كالقرعة قال هذه اليقطينة لها صاحب فضحك الضابط ومضى يقول الراوي والله ما سار به الفرس إلا خطوات يسيرة عند نهاية الشارع وإذا بالفرس يشمس وإذا بالفرس يشمس فيلقيه من علامتنه وكأن إيه؟ وكأن حالة عجيبة جدا غلبته على أمره هذا الفرس ثم بدأ يضرب بحوافره في صدره حتى هشم أضلاعه فلم يستنقذه الناس من تحت الفرس إلا وهو بين الموت والحياة هكذا هكذا الله تبارك وتعالى يعجل أحيانا الجزاء لبعض الظلم من عباده نعود إليكم بعد الفاصل فابقوا معنا السلام عليكم ورحمة الله عدنا إليكم إخواني و أخواتي إذن هكذا على المرء أن يكون متيقظا وأن يكون بصيرا والسعيد من وعظ بغيره السعيد من وعظ بغيره بعض الناس يغرهم والعياذ بالله من الله تبارك وتعالى وعلى فكرة معنى الغرور لأنه في العامية الآن لدى العرب يظنوا أن كلمة غروب معنى كلمة العجب الإنسان المعجب بنفسه أو الذي به زهو وبأو وكبر ليس هذا الغرور روحه وجوهره ليس البأو والكبر والعجب كلا إنما الغرور جوهره الجهل يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم قال عمر رضوان الله تعالى عليه وأرضاه غره والله جهله غره والله جهله فيقال إنسان مغتر بالدنيا مثلا أو غرته الدنيا لأنه يجهل حقيقتها يجهل حقيقة الدنيا فيقدم ما حقه التأخير ويؤخر ما حقه التقديم إنسان اغتر بالله تبارك وتعالى يجهل ربه يجهل ما ينبغي الله من الأسماء والصفات يجهل كيف يعالج الله تبارك وتعالى وكيف يدبر كونه وخلقه يجهل يوضع أن الله تبارك وتعالى مثلا إذا أخلاهم العقوبة إذا أخلاهم اللفت فإنه يتركه هملا وسدى كلا الله لا يترك أحدا هملا وسدى فهذا إنسان مغتر بربه لا إله إلا هو فالإنسان قد يغره من الله تبارك وتعالى حلمه وإمهاله هذا ليس الإنسان اليقظ البصير الصاحي إخواني السعيد من وعظ بغيره السعيد من وعظ بغيره فيما تبقى من هذه الحلقة في الحقيقة أود أن أترك ولو يعني لبعض الوقت هذا الجانب الحكائي أو القصصي مع أنه يروق لكثير من الناس بلا شك وكما قال أحد الصالحين أظنه الإمام أبو حنيفة أظن أنه هو الإمام أبو حنيفة رضي الله ويرضاه قال الحكاية يعني الحكايات القصص جند من جند الله تبارك وتعالى يثبت بها الله قلب من شاء من خلقه فقيل له هل على هذا القول من دليل؟ يعني أنت تحكي أن القصص والحكاية هي جند من جند الله هل معك دليل؟ فما ألطف استنباطه رضوان الله تعالى عليه قال نعم قوله تبارك وتعالى وكل النقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظته وذكر المؤمنين في آخر سورة هود الآية واضحة أن الخصص إخواني وأخواتي لها تأثير بلا شك في تثبيت القلوب وتسلية الأنفس التعبانة التي خمرها شيء ربما من يأس أو من تعب أو تخونها ملل إلى آخره أريد أن أترك هذا الجانب قليلا وأفضل الآن إلى جانب إلى حد ما قد يبدو علميا جافا لكن له اعتلاق بسرعة الحساب لدى الله تبارك وتعالى أسرع الحاسبين أسرع الحاسبين فالحقيقة الله تبارك وتعالى ليس فقط في حسابه سريعا ليس سريعا فقط في حسابه هو سريع في كل شيء حتى تهديم المعمار الكوني الإتيان على كل هذه البنية الكونية الهائلة في كون يمخر فيه الضوء ملايين بل ملايير السنين ملايير السنين ولا يأتي على نهايته لأنه فيه توسع دائم إلى أن يشاء الله تبارك وتعالى كل هذا المعمار الذي يروع ويعجب ويلفت ويذهل ويوحي ويلهم أخواني و أخواتي الله تبارك وتعالى إذا تأذن بانقضائه فإنه يفعل ذلك في لمح البصر أو هو أقرب يقول سبحانه وتعالى وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أو هو أقرب إذن هنا أيضاً هو سريع وسريع جداً يقول في لمح البصر طبعاً في القرون الوسطى وحين تنزأ القرآن الكريم على قلب النبي الأمين كان أسرع شيء يمكن للذهن الإنساني والخبرة الإنسانية أن يرصده هو السرعة اللمحية السرعة اللمحية أي لمح البصر الآن بلغة الفيزياء نعلم أن هذه السرعة اللمحية تعادل أو تكافئ أو تساوي واحد واحد يعني على ستة عشر أو خمسة عشر هذه هي السرعة اللمحية من الثانية من الثانية واحد على ستة عشر من الثانية طبعاً قد يقول بعض الناس هذه السرعة هائلة ومهولة هل هناك ما هو أسرع منها؟ بحيث يكون أمر الله تبارك وتعالى أسرع من لمح البصر كما قال أو هو أقرب أو هو أقرب وهذا من بدائع كتاب الله طبعاً هناك سرعات أقرب أيها الإخوة وأسرع بكثير أسرع بكثير مثلاً نحن نسمع عما يعرف بالنانو يقولون نانو ثانية نانو سكند يعني النانو ثانية ما هو النانو ثانية؟ النانو ثانية جزء أيها الإخوة من المليار من الثانية يعني الثانية التي تنقضي بمجرد قولي واحد انقضت الثانية أو مثلاً الله انقضت الثانية هذه الثانية لو أمكن تجزئتها أو تقسيمها إلى مليار جزء يعني ألف مليون عشرة مرفوع الأستسعة ألف مليون جزء فجزء واحد من ألف مليون جزء يدعى النانو ثانية النانو ثانية هناك أشياء إخواني وأخواتي تجري في نانو ثانية ويمكن رصدها علمياً وإمبريقياً أو معملياً يعني في نانو ثانية بعض الناس قد يستبعد هذا لكن طلاب العلم والعلماء يعلموا أن هذا إيه شيء عادي لأن أصبح شيئاً عادياً ومستوعباً في مدينة العلم بكل سهولة بكل سلاسة هناك ما هو أسرع من هذا بكثير هناك ما هو أسرع من هذا بكثير لكن قبل أن أأتي على ذكر ما هو أسرع وحب أن أمثل لكم بمثال بسيط جداً الآن أكثر راكبي العربات يعني السيارات يستعينون بجهاز الملاحة المعروف بالنافيجيتر جهاز الملاحة هذا الجهاز الذي تضع فيه عنواناً معيناً ثم يوصلك إليه بدقة عجيبة جداً جداً بالمتر يوصلك هذا الجهاز إخواني وأخواتي آلية عمله تقوم على ارتباطه بأكثر من قمر صناعي أحياناً أربعة أحياناً عشرة المهم لو أخذ المتوسط خمسة أقمار صناعية تعمل في جو السماء وهذا الجهاز يستقبل منها معلومات الجهاز يستقبل منها معلومات القمر الأول يعطي معلومة القمر الثاني يعطي معلومة أخرى الفرق بين المعلومتين إخواني وأخواتي ينبغي ألا يزيد أحياناً على خمسة من المليار من الثانية خمسة على مليار من الثانية لو كان أكثر من ذلك سترى نفسك بعد دقائق لست في المكان الذي قصدته وإنما في مكان آخر قد يبتعد عنه عدة كيلومترات أحياناً أكثر من ذلك بكثير إذن هذا الجهاز البسيط الذي نستخدمه دون أن نعلم بدقة آلية عمله يعمل أو ضمان نجاحه أنه لا بد أن يعمل بتوافق وتساوق مع هذه الأقمار في حدود خمسة على مليار من الثانية عجيب يعني واحد على مليار نانو يعني خمسة نانو يعمل في حدود خمسة نانو ثانية دقة عجيبة جداً جداً وهذا جهاز صنعه البشر أما رب البشر لا إله إلا هو فهو يدبر كونه يدبر هذا الوجود من عرشه إلى فرشه بنص كتاب الله بالسرعة أيها الإخوة أسرح من لمح البصر طبعاً هنا أو هو أقرب أقرب بما لا يعلمه إلا الله مثلاً في الكائنات الحية في الخلايا تجري تفاعلات كيميائية وهذا من خلق الله هذا من الجانب التكويني من الجانب التكويني لربوبية الله تبارك وتعالى وتدبيره في إزاء أو بإزاء الجانب الشرعي للتدبير هذا تدبير كوني وتكويني هذه التفاعلات تجري في الخلية إخواني وإخواتي بسرعة لا يتخيلها ذهن إنساني لكنها واقعية ورصدت وتصور هذه التفاعلات بلغة بمصطلح الفمتو ثانية الفمتو ثانية الآن بعضهم سيقول قد علمنا أن تتحدث عن المصطلح الذي أبدعه العالم المصري العظيم الكبير الحائز على جائز نوبل سنة تسعة وتسعين ألف سعمية وهو أحمد زويل الفمتو ثانية الفمتو ثانية إخواني واحد على عشر أس خمسطعش يعني جزء من الثانية يعني جزء من مليون مليار جزء من الثانية لو أمكن تقسيم الثانية إلى مليار مليون أو مليون مليار جزء عشر أس خمسطعش جزء واحد منها يدعى الفمتو ثانية الدكتور أحمد زويل المصري الآن استطاع بألية معينة هو أبدعها واخترعها أن يصور التفاعلات الكيميائية داخل الخلايا الحية في فمتو ثانية تفاعلات تحدث تصوروا في جزء من مليون مليار جزء من الثانية سأعلق الآن في نهاية الحلقة إخواني وأخواتي بالقول معنى ذلك بلغة دينية بلغة إيمانية بلغة توحيدية أن الله تبارك وتعالى يدبر الخلق ويدبر الشأن بسرعة الآن نسميها الفمتو ثانية ربما بعد عشر سنين بعد عشرين سنة بعد خمسين سنة سيأتينا يوم نسخر من الفمتو ثانية لأننا ربما سننظر إليها على أنها سرعة بطيئة وبطيئة جداً سرعة إملائية أو سرعة سلحفائية لكن يبدو أن الله تبارك وتعالى يدبر الكون فعلاً بسرعات أكثر يعني بعداً وأقرب من هذه السرعات برغة الله الكريم أو هو أقرب في نهاية المطاف يمكن أن نقول ونحن واثقون ومطمئنون الله تبارك وتعالى يدبر كونه في لا زمن يعني التدبير في الفمتو ثانية شو شبه أن يكون تدبيراً في لا زمن فإذا كان هناك ما هو أبلغ وأدق وأبعد ما الفمتو ثانية إذن حقيقة هو إيئاً لا زمن تقريباً هذه قدرة الله هذه بداعته سبحانه من إله عظيم لا يعجزه شيء كلما أمعنا وغلغلنا النظر في التأمل في وجوه تدبيره ومجال عظمته وجلاله وبداعة اقتداره وعجيب صنعته لا إله إلا هو اقتربنا منه أزيد وأزيد نسأل الله أن نكون من أهل الفكر وأهل الذكر وأن يدلنا عليه وأن يزلفنا إلي وأن يقربنا عنده كما قرب عباده الصالحين المباركين المسعودين وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم جميعاً ورحمة الله تعالى وبركاته والله لا نحصي لآلائه شكراً له الحمد في الأولى له الحمد في الأخرى وكيف نؤديه بشكر حقوقه ودعمته بالشكر تستوجه الشكر وأشهد أن الله لا رب غيره وأن له في خلق نفع